أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والمقرر إقامتها في مصر عن تولي التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم على أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب عضو التحالف الوطنية تدريب وتأهيل المتطوعين هذا ويتولى الشباب المنظمون لمنتدى شباب العالم بدورهم تنظيم وتنصيق أنشطة المنتدى وفعالياته كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعاليات الكبرى والدولية التي تمت على أرض مصر خلال السنوات الماضية يستضيف المنتدى على مدى خمسة أيام ألاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخاطط المدن ومنظمات المجتمع المدني حيث سيضم أكثر من خمسمائة حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري